جهود التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق جدة تراوح مكانها مر يوم السابع عشر من أكتوبر دون أن تتمكن الأطراف من التوقيع على هذا الاتفاق الذي استدعى من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث تقديم إحاطاته الدورية إلى مجلس الأمن حول التطورات في اليمن من الرياض المبعوث الأممي كان أكثر المتفائلين بالتوصل إلى هذا الاتفاق والتوقيع عليه في السابع عشر من هذا الشهر لقوا بعزم السلطة الشرعية على تطويع الأدوات الإماراتية في اليمن لضمان الاستقرار وهو جهد يواجه تحديات استمرار الموقف الإماراتي على حاله أمر دفع بغريفة إلى الاعتراف بأن الوضع لا يزال متأزماً في الجنوب رغم الهدوء النسبي الذي يسود العاصمة السياسية المؤقتة عداً لعدم وجود قتال على مستوى واسع على حد تعبيره ووفقاً لمصادر قريبة في أوساط الرئيس هادي فإن هذا الأخير يقاوم بشدة ضغوطاً تحمله على التوقيع على الاتفاق في معزل عن المطالب التي يبدو أنها باتت ثابتة بالنسبة للسلطة الشرعية وفي مقدمتها انسحاب الإمارات من المواقع التسعة الاستراتيجية التي تسيطر عليها في اليمن وتشمل هذه المواقع المخى وباب المندب وعدن بموانئها ومطارها بالإضافة إلى ميناء بالحاف ومطار الريان وأرخب لسقطرة وتضغط الإمارات من جهتها على فرض مطالب المجلس الانتقالي الموالي لها والتي تشمل فيما تشمل الحصول على منصبي محافظي عدن وشبوة بالإضافة إلى حصة في الحقائب السيادية وهو أمر مستوعد وفقاً للمصادر المقربة من الرئاسة تواجه السلطة الشرعية وفقاً لهذه المصادر تحدي وجود الإمارات مرجعاً للاتفاق المرتقب وحكماً فيما يخص تنفيذة وهو أمر يفتح المجال واسعاً أمام خروقات من شأنها أن تحول هذا الاتفاق إلى فخ حقيقي للسلطة الشرعية التي لا تمتلك حتى الآن قدرة على التحكم بمآلات الأحداث في جنوب البلاد يأتي ذلك فيما لا تزار الصورة غير واضحة لدى العديد من المراقبين بشأن حقيقة الانسحاب العسكري الإماراتي رغم إعادة التموضع المعلن من جانب القوات السعودية في عدن كقوة بديلة ومتحكمة بالمشهد الأمني في هذا الجزء من البلاد